ضمن حملة الكويت بجانبكم افتتحت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية قرية سكنية نموذجية مكونة من خمسين مسكنا مع مرافقها لإيواء النزحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غربي اليمن قرية التأخي سكنية نموذجية تضم أيضا مدرسة مكونة من أربعة فصول دراسية مع كامل التجهيزات والمستلزمات التعليمية كما تشمل القرية مركزا صحيا بتجهيزاته الطبية وبئرا ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية دعم جديد يضاف إلى رصيد العطاءات الكويتية لليمنيين في الجانب الإنسانية حيث دشن الدولة الكويت وعبر حملة الكويت بجانبكم افتتاح قرية التأخي السكنية النموذجية لإيواء النازحين في محافظة الحديدة في مديرية الخوخة حيث تتكون القرية من خمسين مسكن مصممة بشكل حضاري والذي يأتي بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت وبتنفيذ من مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية مع مطلع الشهر رمضان المبارك ندشن مشروع تنمو خيري نوعي وهو قرية التأخي خمسة الذي يهدي في الأسر النازحة ويستفيد من المشروع خمسين أسرة نازحة في إطار محافظة الحديدة كل الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا وللهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وفريق التأخي التطوعي يتكون كل مسكن من غرفتين ودورة للمياه وفناء وكذا مدرسة تتكون من أربعة فصول دراسية وغرفتين للإدارة مع كامل تجهيزات المدرسة كما شملت القرية أيضا بناء مركز صحي مع تجهيزاته الطبية الكاملة إضافة إلى بناء وتجهيز مسجد وحفر وتجهيز بئر ارتوازية يعمل بالطاقة الشمسية حيث شمل أيضا توزيع مستلزمات الإيواء من فرش وبطانيات وأدوات للطبخ لكل الأسر الساكنة يحتوي المشروع على بناء خمسين وحدة سكنية إضافة إلى بعض المرافق الخدمية مثل مدرسة أساسية ومركز صحي وأيضا بئر بعمق 30 متر طولي جهود كبيرة تقدمها دولة الكويت في دعم وتسكين النازحين في الحديدة وتقديم الرعاية الصحية لهم ودعم تعليمهم وكذا دعم قطاع المياه في المحافظة بشكل عام فهذه الجهود الممتدة منذ فترة طويلة حيث ازدادت وطيرات المساعدات الإنسانية الكويتية بشكل كبير مع تفاقم الأزمة الإنسانية تنتقل دولة الكويت إلى مستويات أعلى في تقديم دعمها الإنسانية الأمر الذي يبدو واضحا مع بنائها منشآت سكانية ومنشآت متخصصة في البنية التحتية كالمستشفيات والجامعات والمكتبات مروى النبيل لتلفزيون دولة الكويت عدن